السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مرة تانية أنا كريمان ودي قناتي لتعليم فنون الكورشي والتريكول لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتشغلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم إشعار بكل الفيديوهات الجديدة اللي هنزلها إن شاء الله في الجزء الأول بتاع البلورو ده اشتغلنا مع بعض الوحدة دي وقلت لكم أن البلورو بيتكون من خمس وحدات أنا اشتغلتهم كلهم ده شكل الوحدة بس قبل ما نكمل مع بعض البلورو محتاج أقول لكم على شوية معلومات أول حاجة عايز أقول لكم المقاس اللي بيلبسه البلورو ده بيلبس له حد وزن 65 كيلو يعني تقريبا من 60 ل 65 كيلو لو حابين تصغروا مثلا يلبس 50 كيلو ممكن تصغروا تقللوا سطر واحد من كل واحدة وطبعا لو 40 ممكن تقللوا سطرين ولو حابين طبعا تقبروا المقاس عشان يلبس معيكو من 75 ل 80 كيلو بتزودوا كمان سطرين على كل واحدة طيب للمقاس اللي أنا بشتغلوا معيكو دلوقتي دوت أخد معي 130 جروم زي ما قلت لكم إليزا كوتون جولد أو الخيط اللي أنا اشتغلت بيه برينسس رومانتك أو كمان الخيط اللي هو مادام كوتون كلهم نفس الفتلة ونفس السمك وهيشتغلوا معينا نفس المقاس هنبدأ نقفل مع بعض البلورو بالنسبة للظهر بقفل وحدتين بالشكل ده وواحدة كمان في النص بينهم فوق يعني الظهر مكون من ثلاث وحدات وبخيط الأجزاء ديت عشان أكون الظهر وفي الجنب دوت بخيط وحدة من وحدات الوش الوش مكون من وحدتين بس وحدة في يوم هنا وبنتلع عليها بالحمالة اللي بتوصل لحد من خيطها في أعلى الوحدة اللي في الظهر الجنب الثاني هو كمان بيتخيط في المكان ده وحدة كمان ده الجنب الثاني في الوش وبرضو الحمالة بتطلع من هنا لحد ما تتخيط في الوحدة ديت اللي هي فوق في الظهر في المكان ده طبعا احنا هنقفل الأول وبعد كده نبدأ نشتغل مع بعض الحمالات هبدأ تقفيل الظهر دي واحدة وهجيب واحدة كمان هخيط الوحدتين دول في بعض وبعد كده هخيط واحدة تانية فوق أهم شيء ان السطر الأخير يكون على العدل هجيب قبر التشطيب زي دي كده وهحط فيها فتلة خيط من نفس الخيط اللي أنا بشتغل منه هدخل في الفراغ كده اللي هو في غرزة المروحة وهدخل في نفس الفراغ في الجنب التاني هعمل عقدة بسيطة عشان أسبب طرف الخيط بعد كده هدخل كده من تحت في أول غرزة بعد الفراغ وهدخل في نفس الغرزة في الجنب التاني وبعد كده أطلع من الغرزة اللي بعضية مدام طرف الخيط فوق بدخل من فوق طرف الخيط تحت بدخل من تحت هي دي طريقة التأفيل وأنا دلوقتي في الفراغ فهدخل في الجزء التاني برضو في الفراغ بصوا أنا دلوقتي طرف الخيط فوق دخلت من فوق طرف الخيط تحت دخلت من تحت ما طولش قوي عبال ما شد زيادات الخيط عشان مش هتمشي معيه قوي لو مشيت مسافة طويلة من غير مشد الخيط الزيادة وبكمل خياطة بنفس الطريقة اشتركوا في القناة 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 الاخير فوق. وهبدأ اخيط الجنب ده. واوصل طرف خيط جديد عشان اخيط الجنب التاني. اشتركوا في القناة انا كده خلصت خياطة كل الوحدات دي الوحدة بتاعت الوش. بعد كده دولت ثلاث وحدات بتوع الظهر. والوحدة بتاعت الوش اجنب التاني. ده بيكون كده. الشكل بتاع البولورو. الخطوة البعض كده ان احنا نشتغل الحمالة من الطرف ده للطرف ده. وفي الجنب التاني من هنا لهنا. هجيب طرف الخيط. هدخل في اول عمود من عواميد غرزة المروحة. وهشتغل ثلاث غرز سلسلة. بعد كده هشتغل هنا غرزة مروحة. اللي هي مكونة من ثلاث عمود بلفها. اتنين سلسلة ثلاث عمود بلفها. وفي النهاية بعد ما اشتغلت كده غرزة المروحة. بشتغل عمود بلفها فوق اخر عمود من عمود وحدة المروحة. ده كده اول سطر. بعد كده بعمل ثلاث غرزة سلسلة ارتفاع للسطر الجديد. بلف الشغل. بشتغل هنا وحدة مروحة. وهو ده السطر اللي احنا هنكرره. لحد ما نخلص الحميلة. وبعد كده بشتغل فوق غرزة السلسلة الثالثة. في قلب غرزة السلسلة الثالثة من سلسلة الارتفاع عمود بلف. بكرر نفس السطر ده. كده بقى سطرين. عملت ثلاثة سلسلة ارتفاع. اتنين سلسلة وثلاثة عمود بلفها مرة كمان. وفوق سلسلة الارتفاع بتاع السطر اللي فيها الدوت. في الغرزة الثالثة بشتغل عمود بلف. كده انا اشتغلت ثلاثة سطور. طول الحميلة بتاعتي هيكون خمستاشر سطر. يعني هشتغل كمان اتنشر سطر من الغرزة دي. هشتغل الحميلة لحد الآخر. واشتغل الحميلة التانية كمان. وارجع واريكو هنقفل ازاي الحميلة في الظهر. كده انا اشتغلت الحميلة. بقيل ان انا اقفل الحميلة دي في الظهر. ده شكل الحميلة اللي انا اقفلتها. وهعمل الحميلة التانية زيها بالزبط. خلي بالي بس ان التقفيل يكون على وش واحد. ما يكونش كل حميلة متقفلة على وش. بدخل كده في اول غرزة من غرزة المروحة. وبسحب طرف الخيط. وبعد كده بدخل في الغرزة اللي بعديها. والغرزة اللي اقصدها في الحميلة. وبسحب الخيط بعمل منزالكة. بكرر نفس الخطوة بقى بدخل في الغرزة. والغرزة اللي اقصدها في الحميلة. واصحب الخيط واشتغل غرزة منزالكة. هاشتغل غرزتين منزالكة. في الفراغ اللي بين السلاسل. وبعد كده ثلاثة منزالكة في الثلاثة عمود البقيين في وحدة المروحة. غرزة سلسلة واحدة وبعد كده هقص الخيط. واصحب الطرف. كده انا خلصت تقريبا البلورو خلص معي. بقي لي بس الكنور اللي هاشتغله على الصدر. وهيلف معي الجزء الصفلي من البلورو. وكمان هيلف على فتحة الدراعات. يعني ببدأ كده الصدر وبعد كده بيلف معي الجزء من تحت او الدير من تحت. وبعد كده بيوصل للجنب التاني من وش البلورو. ودي كده فتحة الدراع. هاشتغل عليها. وعلى فتحة الدراع الناحية التانية. بالنسبة للشغل الاماكن نقلتلكو عليها. هو عبارة عن سطرين بس سطر غرزة عمود بلفة وفوقيه سطر غرزة حشو. بنشتغل في كل غرزة غرزة. يعني فوق العمود غرزة في الفراغ غرزة. بيجي هنا مثلا فيه هنا الفتحتين دول بشتغل في كل واحدة فيهم اتنين. عمود بلفة يعني غرزتين مش غرزة واحدة. وفي كل واحدة من دول. اللي هو الارتفاع بتاع الحمالة والعمود اللي بيبقى في نهاية السطر. بشتغل ثلاثة عمود بلفة. فكل واحدة فيهم. بعد ما اشتغل الاطار ده خلاص كده مفيش حاجة تانية بقية. غير اني اركب الضرور بس. الشغل بيدور حوالين السدر والدير في اسفل البوليرو. وبيدور حوالين فتحات الدراعيت. هنبدأ نشتغل دلوقتي مع بعض الاطار. ممكن شايفين الجزء ده كمان عشان لو ما ظهرش معي في التصوير. اللي هو الزاوية دي. بنشتغل في الفتحة دي كده تلات غرز بدل قرزتين. عشان تدينا نفس الكيرف اللي كان موجود وتحافظ عليه ما تدوه الشكل دوران. انا اشتغلت كده حوالين الصدر واسفل البوليرو. ده طبعا الحمالة من ناحية الصدر. هوريكو ازاي نشتغل فتحة الدراعات. عشان بس الناس اللي مش عارفين يعني ايه غرزة عمود بلفة. ويعني ايه غرزة حشو ده الدراع التاني انا اشتغلته كله. اشتغلت كمان فتحة الدراع ده شكل الحمالة بعد ما بتخلص. الجنب ده هنشتغل مع بعض. بتأكد ان انا على وش الشغل يعني الخياطة بتكون من ناحية جوه. ووش الشغل ناحيتي. وبيجي كده ناحية او في المكان بين خيطة الوحدات. وبسحب طرف الخيط. طبعا البداية بتاعت السطرين دولة. في الوش ممكن ناخده في اي مكان بين وصلة الوحدات في اسفل البلورو. يعني مهم ما يكونش في منطقة السطر. الفتحة الاولى ديت مفروض اعمل فيها اتنين عمود بلفة. هعمل واحد كمان مع التلاتة سلسلة ارتفاع. بعد كده هشتغل في كل غرزة. عمود بلفة. طبعا اي فتلة بتقابلنا بنشتغل عليها عشان نشطبها بالمرة. الفتحة دي باشتغل فيها عمود واحد. وفوق العمود عمود. بكمل شغل بقى. عمود فوق العمود وعمود في الفتحة. وباجي هنا باشتغل في الفراغ ده اتنين عمود وفي ده اتنين عمود. وبكمل لحد ما اوصل لحد الحمالة. التلاتة سلسلة دولت وهو مرة تلاتة سلسلة ومرة عمود. باشتغل يعني في كل فراغ منهم تلاتة عمود بلفة. لحد ما اوصل لنفس النقطة مرة تانية. هخل السطر كله عمود بلفة وارجعلكم مرة تانية. كده السطر خلص معي. هقفل السطر في الغرزة التالتة من سلسال الارتفاع. وبعد كده اعمل غرزة سلسلة واحدة ارتفاع. وهبدأ اشتغل في كل غرزة. غرزة حشو. بكمل كل السطر عشان يديني نفس الشكل الجنب التاني بتاع الحمالة. ده اخر سطر هشتغل معيكو. هخلص واشطى بالفتل وارجع واريكو الشكل النهائي ان شاء الله. وده بيكون الشكل النهائي البلوروح. انا بس بقيلي ان انا اركب زرار. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.